طيب الحاجة الثالثة اللي عايزة اوضحها برضو لان من بعد مباراة بايرن ميونيخ وخلال متابعاتنا للسوشيال ميديا وخروج بعض المدربين للتعليق على نتيجة المباراة للأسف كانت معظم التعليقات تعليقات سخيفة بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الفنيات وبعيدا عن ان مشاركة الاهل في هذا الحدث شيء يشري في القرى المصرية والقرى الافرقية انا ما بقولش الكلام ده من دماغي ورغم ان ان برحت لقته وشرحت للناس هذا الامر وقلت نبني على ده لان مشاركة الاهل هنا فيها استفادات كثيرة جدا والمباراة اه مش يعني مش كويسة في كل شيء ومش عملتش الفنيات اللي هي مية في المية لكن في نفس الوقت لعبت ماتش كويس ما اتغلبتش تمانية ما اتغلبتش سبعة انت بطل افريقيا وفي نفس الوقت برضو كنت موجود في الملعب وتصرحات لعيب البايرن نفسهم كانوا بيقولوا والمدير الفني هانز فليك قال وجدنا صعوبة حتى لتأمين النتيجة مبكرا واحرازنا الهدف التاني وارتحنا بعد احراز الهدف الثاني لكن هل كلام ده هو اللي الناس ممكن تاخد به او كلام طبعا كل الزملاء او كلام المدربين حتى اللي اشهدوا بالاهلي لا احنا هنجيبلكم اراء محايدة ومش اي اراء انا بتكلم في اراء لنجوم الكرة العالمية بتكلم كمان في اساطير اساطير الفيفا اللي موجودين في هذا الحدث وموجودين في ارض المنديال وفي موجودين في مؤتمر صحفي بيتكلموا عن مشاركة الاهلي واداء الاهلي وازاي الاهلي قدر يعمل مباريات تشري في الكرة الافريقية وان الكرة المصرية مش مختصرة فقط في محمد صلاح لا ده فيه كمان شخصية الاهلي موجودة عشان تثبت ان الكرة المصرية رايحة في اطار جيد جدا وفيه كلام مهم جدا طيب نسمع صوت وصورة من خلال هذا الفيديو اساطير الفيفا واثنين من اهم نجوم الكرة في العالم نتابع نشوف قاله ايه وعند تعليق بسيط بعد هذا الفيديو ترك اداء الاهلي في مباراته في الدور النصف النهائي ضد بايرن ميونيخ انطبعا ايجابيا لدي عن تطور كرة القدم المصرية في السنوات الاخيرة وعن كيف ان لاعبا عالميا مثل محمد صلاح رفع كرة القدم المصرية الى مستوى اخر تبين لي عند مشاهدة مبارات الاهلي يوم امس ان محمد صلاح ليس فلتة من الظهر بل هو دليل على الجهد المقدر الذي تقوم به كرة القدم المصرية لتطوير لعبيها ومستواهم التنافسي ولا شك لدي في ان ذلك سيتواصل في السنوات المقبلة يستحق الاهلي بدون ادنى شك المشاركة في هذه البطولة كأس العالم للاندية شهدنا فريقا شجاعا يلعب ضد بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي ويهيئ الفرص معظمها بالهجمات المرتدة الا ان بايرن ميونيخ وكما قلت مسبقة هو احد افضل فرق العالم وربما هو الافضل في الوقت الحالي وانا وثق ايضا ان بالمراس سيبدل جهدا كبيرا لاجل انهاء البطولة في المركز الثالث فهذا الفريق يملك كل الامكانيات اللازمة لتقديم اداء عظيم في المباراة تحدثت في اليوم الماضي مع كاكا الذي اعرب عن اعجابه بالفريق المصري اتيحت لنا فرصة اللعب ضمن المنتخب البرازيلي ضد المنتخب المصري عام 2009 في بطولة كأس القارات وادهشنا بمستوى تطورت كرة القدم المصرية بصورة عظيمة الوضع كذلك للعديد من فرق كرة القدم في انحاء مختلفة من العالم ويولد ذلك حماسا عالميا لكرة القدم لما نحب نسمع نسمع من الاساطير نسمع من النجوم انا بقول لخفر مسكرانو تبتكلم عن مدافع برشلونة في عصره الزهبي ومدافع فريق لفربول وطبعا مدافع منتخب الارجنطين لما بتكلم على خيليو سيزار حارس البرازيل منتخب البرازيل الكبير اللي حامل بطولات دولية على مستوى عالي السنوات اللي فاتت وحارس انتر ميلا لعف في الكورة الايطالية وكان حارس متميز جدا فلما بنسمع نسمع من الاساطير لما نعرف تقييمنا او نعرف اداء الاهل في البطولة نسمع للاساطير ما نسمعش الحد تاني لان في ناس تانية بتشتغل على الترند بتشتغل على السوشيال ميديا ما بتشتغلش على الواقع من جواها عندها غضادة او عندها حزن ان هي مش قادرة تعمل واحد في المية من اللي بيعمله الاهلي في تشريفه للقراء المصرية خلال اخر تحديدا 16 سنة 6 مشاركات في كاس العالم للاندية النهاردة لما يقول لك خفير مسكرانو احنا كنا معتقدين من صلاح فلتة من فلطات الظهر للقراء المصرية لكن النادي الاهلي اثبت لنا لا ان فيه شغل اللي بيحصل في القراء المصرية هنا النادي الاهلي الناس كلها بتتكلم عليه اناش بتكلم على مسكرانو وعلى خليو سيزر ده ايضا كمان كاك اتكلم على جمهور النادي الاهلي